اعتقد انه هاد الدورة هاد ينص على القانون دي اليانير الفين وورو عشرين كي يقولك يقيدوا مجلس العمالة طبقا القانون تنظيمي مية وطناشا الرباطات دورته العادية لشهر يانير في الاتنين التاني من كل شهر دي اليانير ومن كل سنة ونحن نعقدوها في ايطال استمرارية استمرارية دي لهاد المرفق العام اللي هو اه مجلس العمالة كان نعقدوها بواحد كان واحد الحضور قاوي مكتف دي السادة المنتخبين دونك واقتصرنا فاعلش نقاط عن نقطة دي التقرير الاخباري دي الرئيس ودير الرئيس اللي دار انشطة وفيما بين الدورتين وحنا سي سايد النصيري اه كانت منه ان شاء الله رحمه 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 هي اول لابد من نتذكره على المدأ دستوري هو اه قارنة البراءة كان المتهم بريئة حتى سايدانته اه كان نعرف بان مجلس العمالة اه عنده اختصاصات مهمة واساسية وخاصة الاختصاصات الاجتماعية وحنا دبا في مرحلة دي لتصريف الامال احنا في مرحلة انتقالية دي لتصريف الامال اللي كي يقولك لانه الشهر اللول اذا قطاع الرئيسي اه ينوب انه احد النوبة حسب الترتيب في الشهر الاول كان صرف العمال وكان او تاني بانه كان نقوم استمرين وحد مدة دي لستة اشهور الى حين انتخاب رئيس جديد ومكتب جديد اه اللي هذي يقوموا بتسير مجلس اه عمالة دي للدار البيضاء وعلى مستوى الاختصاصات والصلاحيات احنا علينا فت الدورة على خارطة طريق ما تبقى من عمر هذا المجلس هو هو تفعيل وتنزيل برنامج عمل العمالة على ارض الواقع من خلال الاتفاقيات والشراكات الشراكات اللي كي نمعها القطاعات الحكومية لما قلت كبيرها خاصة مع وزارة التضامن والأسرة وزارة التعليم وزارة الداخلية من خلال السكنة من خلال المنازل الاي للسقوط من خلال معالجة ظاهرة السكن غير لائق وكذلك محاربة انخيارات كذلك في منظومة الاجتماعية اه محاربة ظاهرة المتسولين المتشردين اه مقاربة انه في اطار العنف ضد ضد النساء ده وكينا انه مجموعة من الصراحيات ومجموعة من الاختصاصات اللي هذين مارسوا ان شاء الله وغذين نعطوا انطلاق هذه الفترة هذه خاصة ان الداربيضة الحالية كطرف واحد دينامية واحد الحركية واحد الواتيرة مرتفعة هذه الانجاز المشاريع وان شاء الله رحمه الرحيم سنخرطوا مع الجماعات الترابية الاخرى مع مجلجية الداربيضة السطاس ومع مجلس مدينة الداربيضة باش نحقق واحد نساه مو في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة وخاصة بان المدينة الداربيضة مدينة عزيزة على سيدنا اللي نصر وهو القائد هذه التنمية المستدامة التي يعرفها المغرب واراش مفتوحة خاصة اننا مقابلين على محطة أساسية كأس افريقي عام ٢٠٢٥ وكأس العالم ٢٠٣٠ والضربضة معنية بالدرجة الأساسية بهذا الأحداث القارية والدولية وإحنا على استعداد وعدنا طموح وعدنا إرادة وعدنا رغبة قوية باش نخارطف هال المشاريع والبراميج المالجية إن شاء الله بإذن الله شكرا